ينضم معنا مباشرة من بغداد الكاتب والمحلل السياسي علاء الخطيب مرحبا بك سيد على المتحدث باسم تحالف تقدم يصف ما جرى في جلسة البرلمان الأولى من قبل محمود المشهداني بالمسرحية المعد لها ماذا أراد المشهداني من ذلك؟ خاصة أن النتيجة لم تكن بصالحه تماما وأيضا أحيل للسلوك النيابي تفضل فالبدأ سيدتي ستيناس تحية لك والزميل استاذ حسن أهلا بك ولجمهور الرشيد بالتأكيد الفوضى التي حصلت في البرلمان والتي أنتجت مخرجات غير حقيقية من هذا العراق وهذا الضجيج كان من أجل تغيير مسار التوافق الذي حصل بين تقدم وبين التيار الصدري وبين الكتلة وبين البارتي هذا الحقيقة كان هناك يعني التوافق حقيقي وكان هناك إرادة حقيقية بأن يتغير المشهد وأن يكون مشهد جديد جدا على المشاهد التي كانت موجودة في العملية السياسية السيد المشهداني كما هو معروف هو ينتمي للجيل القديم للجيل الذي يتمسك حقيقة بآراءه دون أن يقدم ونعتبر أنه سيد المشهداني يعني كل هذلك الجيل لم يقدموا شيئاً وبالتالي الآن فقدوا كل أوراق القوة وفقدوا كل أوراق اللعب لذلك يعمدون على إحداث مثل هذه الأعمال باعتبار أنه يذهب للمستشفى ويتحدث من هذه الأمور ويقول أني قدمت وما قدمت وإلى آخره لكن الحقيقة أنتجتها ماذا أنتجتها التصويت الحقيقة في البرلمان على منصب رأسة مجلس النواب كان هناك فارغ كبير بل ليس هناك أي مقارنة يعني كان هناك فارغ كبير نحن نتحدث عن 200 صوت مقابل 14 صوت يعني هذه المقارنة لا يمكن حقيقة أن تأتي بشخص قادر على أن يقود وهو مرفوض من قبل النواب على سبيل المثال بالتالي يعني ما حدث من مسرحية من ما حدث من أعمال بالتأكيد هو أضرب المشهد الانتخابي عفوا مشهد النيابي وكذلك كرس قضية مهمة جدا بأن هناك جيل جديد هو من سيرطلع بمهمة قيادة العملية السياسية في العراق هذه أهم نقطة حقيقة كانت في انتخاب السيد الحلبوسي ونائبه وكذلك في جلسة كانت يعني فيها عدد كبير جدا الذين دخلوا 228 نائب مع أنه انسحبوا الباقين لكن هذا العدد كان كبير جدا 228 نائب وهم الذين صوتوا صحيح أنه 12 رفضوا التصويت أو أنه أرسلوا البطاقات فارغة لكن احنا نتحدث عن يعني عملية جرت بكل اندفاع من قبل النواب وبالتالي استكملت احنا محتاجين كشارع محتاجين أنه تكون هناك عملية يعني سلسة ليست هناك أي فوضى ليست هناك أي مشاكل تعترض طيب استاذ العمل هذا نعم يعني رحب بك مرة في نشرتنا الإخبارية يعني الإطار يتحدث عن خروق في الجلسة الأولى ويعول على القضاء للطعن في الجلسة يعني هل هناك فعلا مشكلة في الجلسة من الإطار يريد تبرير السحابة وخسارة أمام تفوق الأطراف الأخرى من حيث العدد وهل نتوقع بقادم الأيام نشهد هكذا يعني أمور مرة أخرى يعني في جلسات اختيار رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أم هو الأمر كل ماشي إلى نحو عرقلة مسير تشكيل الحكومة القادمة وأخذ البرلمان دوره التشريعي بصورة صحيحة العجلة حقيقة استاذ حسن لن ترجع إلى الوراء اليوم نتحدث عن عملية متقدمة نحن الآن ماذا يفعل الإطار على سبيل المثال ماذا يفعل الإطار من اعتراضه اليوم العالم كله هنى السيد الحلبوسي وهنى مجلس النواب بانتخابهم وبالتالي يعني اليوم أكو توافق دولي على هذا العمل هذا أولا الأمر الآخر يعني ماذا ينفع الاعتراض سوى أنه لربما يضع يعني عصى بسيط جدا في عجلة العملية السياسية لربما يؤخر ماذا تفعل المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية اليوم لا تستطيع حقيقة أن تقول أن هذه الجلسة غير دستورية باعتبار أنه الجلسة الأولى وحسب التوقيتات الدستورية أنه في هذا اليوم يجب أن ينتخب يعني رئيس السن هو من يقود الجلسة وبالتالي ينتخب في هذه الجلسة طبق المادة 45 ينتخب فيها ماذا ينتخب رئيس المجلس ونائبه وبالتالي حدث هذا ما الذي حدث دون يعني ما هو الخرق الدستوري هل الخرق الدستوري أنه أصبحت هناك فوضى يعني إذا كنت وكناك فوضى فكثير من البرلمانات تصبح بها فوضى هذا أولا الشيء الآخر الإطار يعلم علم اليقين بأنه ذاهب إلى المعارضة ولن تجدي كل هذه الأعمال أبدا انتهينا من العمل هذا اليوم إحنا رايحين في مرحلة متقدمة لن نرجع للوراء ولا أحد يريد أن يلتفت إلى الوراء أبدا اليوم جايين يروحون وين إلى لدينا توقيتات دستورية توقيتات الدستورية هي المرحلة القادمة أن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية وبالتالي رئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الأكبر في داخل البرلمان بتعيين رئيس وزراء أو انتخاب رئيس وزراء هذه العملية اليوم ما أعتقد الإطار يعني قادر على إرجاعها ولا حتى المحكمة الاتحادية ستوافق على هذا العمل لأن هذا عمل يعني ما الذي أنا قلت سؤال مهم جدا ما الذي يريده الإطار هل يعني يرفض الإطار مخرجات كل العملية أو الجلسة اللي صارت في مجلس النواب ماذا يعني يعني أنه العراق اليوم يكون أمام أزمة كبيرة جدا لربما تكون هذه الأزمة أزمة عاصفة هذه الأزمة لربما تكون يعني فيها مواجهات هذا بالإضافة إلى أنه العراق يكون موقفة ضعيف أمام الدول هذه الدول اللي هي رحبت بانتخاب رئيس المجلس ونائبه واتصالات وكذا وحتى إيران بالمناسبة يعني المحسوبين الإطار عليهم حتى إيران هنت وبعثت يعني مبعوث وكذا يعني إذن العملية ماشية منتهية إحنا نحشي عن قضية اليوم أصبحت من الماضي هذه قضية صارت بالماضي اليوم ما نعلاقه باللي يصير أنت شوفوا اليوم شلون راح نتقدم خطوة للأمام في قضية انتخاب رئيس الجمهورية والآن الحديث طيب المناسبة الحديث راح بعد انتهى اليوم الحديث يتحدثون من هو رئيس جمهورية عندما قدم سيد وشار زيباري أوراق ترشيحة للبرلمان على أنه بعد فتح باب الترشيح نعم سيد علاء إذن واضح الأمر واضح من يحتاج إلى الكثير نعم وأيضا حدث في الجلسة الأولى كما تحدثنا قبل دقائق أنه الكتلة الصدرية وتقدم وعزم والديمقراطي أيضا ومن معهم أثبتوا تماسك كبير في الجلسة الأولى هل سيحسمون جلسة التصويت على رئيس الوزراء بذات الكيفية التي مرر فيها رئيس البرلمان يعني ليس هناك خيار آخر بالنسبة لهذه الكتل ليس هناك خيار آخر إلا أن يمضوا بالطريق الذي ساروا فيه يعني يجب أن يكملوا هذا الطريق إلى النهاية هما بدأوا بخطوة يجب أن ينتهي هذا الطريق إلى النهاية ويكملوا المشوار بانتخاب رئيس وزراء بالتالي الآن من هو رئيس الوزراء هذا لربما يكون إشكال بين يعني داخل الإطار وداخل التيار لربما يكون في هذا الوضع لكن بالنتيجة الجميع سيذهب إلى الخيار الذي نتحدث عنه قلت في التوقيتات الدستورية لا مجال حقيقة أبداً لأنه يتراجع على سبيل المثال عزم وتقدم أو يتراجع الحزب الديموقراطي أو يتراجع التيار عن ما قام به من عاملة انتخاب طيب يعني استاذ علاء الجماعة ما يتراجعون هل تتوقع تفكك الإطار وذهاب أطراف مع الكتلة خاصة أن بعض الأطراف ترفض الخطاب المتشدد والتصعيد داخل الإطار نفسه يعني ممكن يصير تراجع من داخل الإطار أنا أتوقع حقيقة أتوقع فيما إذا وكما يعني سمعت يصير هذا النوع من التفكك فيما إذا انتخب سيد حيدر العبادي والهو الاسم المطروح من قبل سيد مقتد الصدور إذا ما جاء سيد حيدر العبادي بمعنى لأنه هو طرف في الإطار وبالتالي رح يصير أكو يعني عملية تقاطعات في داخل كتلة الإطار وبالتالي هذا يعني أولى عمليات التفتيت هذه واحد الشيء الآخر اليوم كان حدث مهم جدا في النجا تتوقع الكرد قبل أن تكمل حديثك سيد علاء تتوقع الكرد يوافقون على حيدر العبادي دقيقة رح أجيش رح أجيش اليوم كان شيء مهم جدا بالنجف أنه مبعوث إيران إلى السيد الصدر قال إباب لا مبعوث إيران إلى السيد الصدر وهو مسؤول الملف العراقي لدى الحكومة الإيرانية اليوم رفض السيد الصدر استقباله بالمناسبة وصل إلى النجف ووصل إلى الحنانة ورفض السيد الصدر استقباله وهذه كانت رسالة واضحة جدا وكان السيد الصدر يقول أنه لا مجالة لتفتيت يعني ما بينناه هذا واحد يعني معناها أنه التغريدة التي اليوم كتبها الأعذاري كانت على ما حدث نعم 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 يعني هكذا كانت حقيقة إشارة واضحة بس ما كانت في الليل تعرفينه بالدوائر الخاصة يعرفون هذا الشيء أما الكرد يوافقون على حيدر العبادي نعم أنا أعتقد شوفي الكرد يعني هم برغماتيين يعني هم يعني يريدون ما يحصلون عليه وبالتالي لا يهم الاسم سواء كان حيدر العبادي أو غير حيدر العبادي نحن شفنا حقيقة في 2010 ويعلم الجميع التفاوض اللي حدث بين السيد المالكي وبين سيد مسعود برزاني في أربيل ونقاط أربيل الأربع أربع وطعش وتعهدات سيد المالكي بأن يقدمها وكان هذا الحديث واضح جدا نعم إذن ما الذي يعني هو كان في البداية أنه الكرد يعني الحزب الديمقراطي كان رابض سيد المالكي ورابض التجديد إلى لكن عندما يكون هناك عمل سياسي شوفي السياسة تحتاج إلى مرونة تحتاج إلى عمل برغماتي نعم من يحتاج إلى تشدد لأنه بالمناسبة لدينا مسارين في السياسة مسار المواقف ومسار المصالح مسار المواقف هذه حقيقة أنا أقصد المواقف والشعارات هذه فقط للأحزاب الأيدولوجية أما الأحزاب التي تراعي المصلحة هذه الأحزاب هي الأحزاب التي يمكن لها أن تحكم وتكون عدها مرونة في الحكم كما هم موجود في العالم نعم أن تقدم المصلحة على المواقف التي تضر بالشعب وتضر بالناس نعم الكاتب والمحلل السياسي على الخطيب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لنضميك إلينا عياك الله شكرا شكرا للمشاهدة